لابد أن شارلوت استغلقت في النوم بالرغم من الحزن والأسى لأنها استيقظت على صوت تينا مرددة اسمها وفتحت عينيها بصعوبة وهي تشعر بالألم الذي ذكرها بما حدث وشعرت بالارتباك كانت تينا تقف بجانب سريرها وتقلبت شارلوت في سريرها وهي تسأل الفتاة اليونانية ماذا تريدين؟ ولم يخفى على تينا وضع شارلوت أو وضع سريرها ولكنها أجابت برقة ماريا قرقة عليك لأن الساعة باتت الحادية عشر ورددت شارلوت غير مصدقة الحادية عشر ومدت يدها لتتناول ساعتها من جانب السرير ولم تصدق عينيها عندما رأت أن الساعة الحادية عشر وعشر دقائق وتابعت تينا محادثتها سفر السيد أليكس في ساعة مبكرة أنا آسفة وشعرت شارلوت بالدموع في عينيها وهزت كتفيها وقالت لا بأس وقولي لماريا أنا آسفة لأنني سببت لها القلق سأنهض حالا وأجابتها تينا في الحال ما من عجلة طالما أنك بخير وقالت شارلوت بعصبية أنا لست مريضة بإمكانك الانصراف الآن وأخبر ماريا أنني لا أريد أي فطور ولكن سيدتي فأصارت شارلوت وهي تنظر إلى الفتاة لا أريد شيئا وانصرفت تينا ولما خرجت تينا نهضت شارلوت ونظرت إلى نفسها في المرآة يجب أن يكون هناك أثر أو علامة ولكن ما من شيء ظاهر وبدأ جسمها النحيل تماما كالعادة ودخلت بعدها الحمام ووقفت تحت مياه الدوش الحارة ثم خرجت من غرفتها وقت الغداء وبالرغم من عدم شهيتها للأكل أجبرت نفسها على أن تأكل ما أحذره خريستوف بعناية من البيض وفطائر الجبن مع الصلطة والكاسترد أخذت شارلوت كمية قليلة من كل شيء وشعرت بالمرارة لفقدان شهيتها ربما إنه عائد إلى غياب أليكس لابد أن تينا ثلثرت ما فيه الكفاية لما رأته في غرفة النوم وما من فائدة في تظاهر شارلوت بأي شيء طالما أن ثوب نومها الممزق كان ملقيا على الأرض بحيث تراه تينا وتنهدت شارلوت بثقل وتركت المائدة وتوجهت إلى القاعة وحدقت في الأفق وهي تفكر بأنها سجينة هنا مما أشعرها بالذيق لو كانوا قاربين من أية مدينة متحضرة لكانت تركت الفيلا أو هربت أو حاولت إيجاد إنسان تتكلم معه في حين أنها هنا سجينة مع الخدم ولا يمكنها أن تفصح لهم عما تشعر به لأنهم لن يفهموها وفي الحقيقة فهي لم تفهم كيف كان شعورها لم تود تذكر ما حصل وكل ما هي مدركة له الصدمة والمرارة تمنت لو كان أليكس على الأقل هنا فلربما كانت إنفجرت فيه ولكنها مع ذلك تخشى رؤيته ثانية وأمضت الساعات المتبقية من ذلك اليوم الذي بدأ غريبا وهي تذرع غرف وذهاليز الفيلا رواحا ومجيئا غير قادرة على الاستقرار أو التفكير بأي شيء غير الذي حصل كيف سمحت لنفسها أن تشعر بأي تعاطفة انتجاهه أو أن تهتم بما حصل به ولكن يجب أن تعترف حتى ولو لنفسها أنها هي السبب الغير مباشر فيما حصل وهذا كان أصعب ما في الأمر وفي بعد الظهر من ذلك اليوم وصلتها رسالة من جدة أليكس كانت مختصرة ودعتها إلى الغداء في اليوم التالي يعني حامل الرسالة سيحضر لينقلها إلى منزل جدة أليكس كانت أكثر من دعوة بل كانت أمرا بالمجيء ولم يخطر لشارلوت أي عذر معقول يمكنها من رفض الدعوة فقبلت على مضض وهي تتذكر نظرات العجوز وتصرفاتها المسيطرة وفي أي حال إلى أن يحين موعد رؤية آلتي عليها أن تجد إجابات مناسبة وقبل أن تذهب إلى منزل جدة أليكس وصلتها رسالة أخرى عن طريق الهيليكوبتر شعرت بالقلق والارتباك عندما سمعت صوت الهيليكوبتر فوق الفيلا ولما كانت استيقظت باكرا في ذلك الصباح وطلبت طعامها في غرفة الطعام تمنت لو أنها بقيت في غرفتها وقد عاد أليكس الآن فجأة وسمعت صوت الخدمي يتهافتون لدى هبوط الطائرة ولابد أنهم استغربوا أنها لم تنهض لتستقبل زوجها ولكنها شعرت بارتخاء في ساقيها وبقيت مستمرة في الجلوس وسمعت صوتا خشنا بين صوت النسوة يتكلم باليونانيته بطلاقة كان الصوت مألوفا لدى شارلوت ولكنه لم يكن أليكس وشعرت شارلوت بالارتياح ودخلت ماريا إلى القاعة يلحقها جورج وسعيدت ماريا الدرجات إلى حيث غرفة الطعام فوقفت شارلوت بعصبية منتظرة جورج الذي حياها بأدب وأجابته مرحبة باليونانية ثم ألحقته بسؤالها أين؟ أين هو؟ هو أتعنينا أليكس؟ وكان يقف جورج في الجهة الثانية وتابع قائلا ليس معي إنه في نيويورك كما تعرفين وقطبت شارلوت قائلة ولكن أنت أليس من المفروض أنك معه في نيويورك أيضا كنت ذاهبا معه ولكن تغيرت خططنا عندما وصلنا إلى أثينا وكان على أليكس أن يسافر بمفرده إلى نيويورك لوحده وبدت وكأنها تتهمه فابتسم جورج وقال لا ضرورة للقلق يا سيدتي أليكس لا يبقى وحده على الإطلاق ديمتريوس معه ولامت شارلوت نفسها على ردة الفعل التي أظهرتها لكنها عللت الأمر بأنها ستشعر الشعور نفسه تجاه أي إنسان يجازف بلا ضرورة وأجابت بسرعة وقد ضايقتها المعرفة في عينيه كل ما أعنيه أنني أستغرب كيف يمكنه تدبر الأمر بدونك وتابع قائلا حسنا كنت أقول لك أن مخططاتنا تغيرت واتفقنا على أن أبقى أنا في أثينا حتى يتصل بي أليكس ويعطيني تعليماته وجلست شارلوت وقالت وقد اتصل بك الآن وأومأ جورج وقال نعم وطلب مني إخبارك أنه لسوء الحظ فإن الرجل الذي كان يعمل لصالحنا في المناقشات دخل المستشفى لاحتمال انفجار في الطحال وهذا مؤسف يا سيدتي لأنه في غيابه يبقى أليكس هو الوحيد الذي يمكنه التصرف في الموضوع فهزت كتفيها بعدم اهتمام في حين تابع جورج قائلا ولذلك يجب أن يبقى في نيويورك حتى تتم الصفقة لم تكن تعلم ماذا تتوقع بالضبط ولكنها شعرت بالتشوش نتيجة لكلام جورج وكانت تحدق بجورج بدون أن تراه وحاولت أن تتظاهر بالطبيعية وقالت آه فهمت الآن لماذا لا تجلس يا سيد جورج وقرعت الجرس وتابعت تينا ستحضر لنا القهوة وجلس جورج في مكان أليكس المعتاد وقال أنا أسف أن أكون حامل الأخبار السيئة وتظاهرت شارلوت بعدم الاهتمام وطلبت القهوة من تينا بينما حاولت إنهاء طعام فطورها ولكنه كان من المستحيل أن تفعلها في حين أن عقلها ومعيدتها في حالة ثائرة وعندما أحضرت تينا القهوة لجورج مع بعض الفطائر أخذ يمازحها بسؤالها عن صديقها ثم تركت الغرفة ضحكة وكان من الواضح أن جورج يتصرف كأنه في بيته ولكن بالرغم من عدم وجود سبب لذيق شارلوت شعرت بالذيق لطريقة تعامله مع الخدم وأكثر من ذلك لافتراضه أنها تفتقد زوجها وكانت رغبتها قوية بأن تخبره أنه حتى لو قرر أليكس أن يمضي الشهور السنة المقبلة في نيويورك فهذا لن يعنيها ولكن بدأ لها نوعا من الطفولية بالإضافة إلى أنه ليس صحيحا مئة بالمئة فلو بقي بعيدا آلاف الأميال كيف ستنتهي من حياتها هنا؟ قررت ألا تتهور بالكلام وأخذت تجيب جورج باقتضاب عندما سألها عن رأيها بالجزيرة وجدت نفسها تبادره الحديث بشكل تلقائي قائلة أنا هل أنت ذاهب إلى نيويورك أيضا؟ نظر إليها وأجابها لماذا؟ هل عندك رسالة لزوجك؟ فتنفست شارلوت بعمق وقالت لا بد لا 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 يوجد عندي رسالة وتردد جورج وهو يقول هل أنت متأكدة؟ ووقفت شارلوت وأجابته بالطبع متأكدة وأطرق رأسه متوجها نحو الدرج وقال حسنا سيدتي ولا شك أن زوجك سيطلعك على آخر التطورات لدى حدوثها فأمسكت شارلوت بالمنضدة وقالت كم من الوقت يتوقع أليكس أن يتغيب؟ وقتا طويلا فهز جورج رأسه وقال في هذه الحالة ثلاثة أسابيع أو أربعة لا أهلم يتوقف إلى أين توصل ستينر بمحادثاته وعملية الاندماج هذه هل هي مهمة؟ بالطبع سيدتي ولكن لماذا؟ لماذا؟ ألا يكفيه ما عنده من المال؟ اندماج الشركات لا يجلب المال على الأقل ليس بالطريقة التي تعنينها هذه المحادثات ستنتج شيئا أهم بكثير ستخلق الأعمال لعدد كبير من الناس عمل نعم عمل هذه الشركة في نيويورك مفلسة وشعرت شارلوت بالتشوش وقالت ولماذا يريد أليكس أن اندماج مع شركة مفلسة؟ وحاول جورج أن يكون صبورا وأجاب صعوبة الوضع الاقتصادية يسبب في إفلاس العديد من الشركات ولكن في هذه الحالة هناك ترخيصات قيمة بالاستراد والتصدير نستطيع استعمالها وبالتالي فالناس الذين يعملون لهذه الشركة يخسرون وظائفهم وتنهدت شارلوت وقالت لم يخطر لأن أليكس قد يهتم على أي حال احتبس نفسه وقال زوجك يهتم وهو يهتم بكل إنسان في عمله ولماذا تظنين أن أعداءه كثر إذن؟ لأن موظفيه يحبونه وهذا ما يتمناه الكثيرون من الرجال وشعرت بالخجل لانفجار جورج وبوجوب الدفاع عن نفسها وقالت أنا أعرف القليل عن أعمال زوجي وموظفيه تتابع جورج وهو يستند إلى المائدة سيدتي عندما قتل وارد زوجك نزلت أسهم الشركة شركة فولكنر بشكل رهيب وهذا طبيعي سيفن فولكنر كان ذكيا جدا وكان أليكس لا يتعدى الرابع والعشرين من عمره شابا صغيرا صحيح أنه تدرب على الاقتصاد ولكن هذا كل الشيء ومع ذلك خلال خمسة عشر عاما لم يختفي أليكس بتحصيل أرقام والده وإنما تجاوزها وبذلك حصل على احترام كل من في العمل كنا شركة الشحن والآن عندنا مصالح في فنادق وشركات طيران ووكلاء سفر وبيترول وجرائد يومية هل تعلمين كم عدد موظفين وتكتفت شارلوت وقالت أو لا لا قلت لك أنا لا أعرف شيئا عن أعمالي أليكس لا علاقة لي بذلك فأجابها بحدة إذن يجب أن تهتمي أكثر فتوسعت عينا شارلوت بكبرياء فأضاف جورج قائلا أنا آسف ولكنني كنت أعمل عند سيفن فولكنر وكنت معه يوم مقتله لحقت به عندما خرج من الفندق في باريس حيث أطلق عليه الرصاص ولذلك لا أسامح نفسي على ذلك لماذا لم أخرج قبله وبالتالي مشاعر لأليكس تماما كمشاعر أي أب لابنه فحدقت به شارلوت وهي تعلم أنه عنى كل كلمة مما قاله ولكن كيف تشرح لها موقفها كيف تخبره أنه ما من فائدة أن تتدخل في أعمال فولكنر في حين أنها خلال ستة أو ثمانية أشهر ستصبح مرأة حرة مرة أخرى ولما تهتم في أي حال؟ وأجابت جورج لا يمكنك أن تلوم نفسك على مقتل والدي أليكس أعني حتى لو خرجت من الفندق قبله فمن المؤكد أن القتلات كانوا يعرفون تماما من هو السيد بولكنر فطبعا هذا ما أعز به نفسي دائما وأليكس قال لذلك أيضا ولكن لا يمكن إلغاء الشك نهائيا ولهذا أستحثك على أن لا تتصرف بشكل طفولي لا يمكن أن تسير الأمور كما يحلو لك دائما كما يحلو لي وماذا تعني بذلك؟ سيدتي الحياة قصيرة لأن نفكر بعقل محدود أن ترفض كتابة رسالة إلى زوجك أو كلمة حلوة أنا أعلم أنك منزعجة منه وتفضلين لو كان هو الآن بدلا مني وأنا كنت أتمنى ذلك ولكن هذا ليس ممكنا ويجب أن أضيف أن والدة أليكس كانت تذهب مع زوجها إلى كل مكان وربما يجب أن تفكر بنفس الطريقة فالآن انتظر لحظة لم تكن لتسمح له بأن يلقي كلماته جزافا ويمشي ولكنه كان قد وصل إلى الدرج ودخلت ماريا فكتفت يديها بعصبية ولحقت بهما عبر الديهليز إلى الشرفة وكان بانتظارهما رجل يوناني آخر عرفها به جورج على أنه الطيار على الرغم من أنه لم يرتدي أي لباس رسمي ربت جورج على كاتف الشاب الذي نهض ومشى باتجاه الهليكوبتر واستدار جورج إلى شارلوت وقال لها لا تغضب كثيرا فكلنا نرتكب الأخطاء وأجابته لم يطلب عليكس مني أن أذهب معه إلى نيويورك وتساءل بجفاء وهل الزوجات بحاجة إلى دعوة يجب أن أذهب الآن وابتعد عنها ليسعد إلى الهليكوبتر وراقبته شارلوت والطائرة ترتفع في الجو بشعور من الغيظ المختلط بشعور الشلل ولما عادت إلى الفيلا وجدت ماريا بانتظارها وسألتها في الحال هل السيد أليكساندروس بخير؟ وتنهدت شارلوت مجيبة نعم ماريا إنه بخير ولكنه لن يعود لفترة سيدتي وكان تعاطف ماريا بمثابة سحب صمام الأمان لها وكم تمنت لو كان بإمكانها أن تبكي لكي تطيب ماريا من خاطرها لأنها ستظن أن سبب حزن شارلوت هو الأخبار التي جلبها جورج ولكنها لم تكن قادرة على خداع المرأة العجوز ولو أنه أزعجها موقف جورج ولكن الدموع التي رغبت بذرفها كانت بسبب أشياء معقدة أكثر ومنها ما لم تفهمه هي نفسها وتقبلت مواساة ماريا بعينين جافتين وذهبت إلى غرفتها لتحضر نفسها للمحنة الثانية في ذلك اليوم كان منزل آلتي فورخنر كوخا صغيرا بين المنحدرات يطل على خليج سخري محاطا بحديقة جميلة مليئة بالورود والأزهار منها كانت تعرفه والبعض الآخر لم تعرف نوعه كان البيت مبنيا من الحجر مدهون باللون الأبيض يشيع تحت أشعة الشمس استمتعت شارلوت بالرحلة عبر الجزيرة حيث تمكنت من رؤية الكثير من المعالم وهي تركب العربة المعالم التي افتقدتها وهي سائرة على الأقدام وصممت أن تبعد كل الأفكار المشوشة عن تفكيرها وسرت بكون السائقيان لا يتكلم الإنجليزية بطلاقة مما عنى لها أنه يتوجب عليها إجابة الأسئلة عن آليكس طوال الطريق ورفع النسيم تنورة شارلوت فوق رقبتيها وأنزلتها بسرعة فكرت شارلوت طويلا بما ترتدي لزيارة جدة آليكس وأخيرا قررت أن ترتدي هذا الثوب الحريري الشفاف الكريمي ذو الأكمام الطويلة العريضة والقبة المفتوحة ورفعت شعرها لتشعر بالرطوبة حقا كانت تشعر بالرضى لدى فعلها شيء لا يريده آليكس ولكنه بالتأكيد لن يشعر بعدم الرضى لزيارتها لجدته والاحتناء الفائق الذي أظهرته بمظهرها كانت آلتي فولكلر بانتظارها في غرفة رطبة رفقت شارلوت الخادمة العجوز ذات النظرات المتفحصة الودودة المحبة للاستطلاع وخطر لشارلوت ولم لا طالما أنها كنت آلتي كانت جدة آليكس ترتدي أيضا اللولة الأسود كالمرات السابقة ولكنها وضعت مريولا أبيض ووقفت في غرفتها الصغيرة المكتظة بالأثاث بكبرياء الملكة التي تتلقى مواطنا عندها كانت الغرفة مليئة بالكراس العالية والصغيرة والموائد والخزائن وخزانة ضخمة مليئة بقطع الزجاج الغالية وبادرتها آلتي إذن قدمتي لماذا لم تعلميني أن آليكس غادر الجزيرة وتململت شارلوت بعدم ارتياح وأجابتها أظن أنني لم أفكر فلم يعلمك هو حسب ما فهمت إنه غادر بسرعة فكيف يمكنه إعلامي فهزت شارلوت كتفيها محاولة عدم الارتباك وقالت أنا آسفة لا بأس اجلسي اجلسي وسنتناول بعض المقبلات قبل الغداء وجلست شارلوت على طرف الكرسي الخشبي وقدمت لها آلتي عصيرا محليا ولكنه لذيذ الطعم وبادرتها السؤال وكيف تجدين الحياة بدون صحبة آليكس وحيدة لا بأس في الحقيقة وصلني خبر منه هذا الصباح من جورج أعرف ذلك أنت تعرفين طبعا وقد أتى لعندي قبل أن يذهب لرؤيتك وجلب لي رسالة من أليكساندروس فهمت الآن ولم ترتح شارلوت لهذا إذن أليكس يستطيع أن يكتب رسالة لجدته ولكنه عاجز على أن يكتب لها أثارها الموضوع بشكل غريب وتابعت آلتي أظن أنه لم يكتب لك أليس كذلك إنه لا يكتب ولم يكن يوما نشيطا بالكتابة إنه يفضل استعمال الهاتف ولكن كان هناك ما أراد قوله لي ولم يستطع أن ينقله لي عبر جورج صحيح أن جورج رجل جيد ولكنه ليس فردا من العائلة وشربت شارلوت من العصير وقالت وهي تؤكد للمرأة العجوز في الحقيقة هذا غير مهم فلم يكن هناك ما نريد أن نقوله لبعضنا ولشعورها بأن ما قالته قد يبدو غريبا تابعت قائلة أقصد أن أي شيء نود قوله يمكن له الانتظار إلى أن يعود أليكس وأجابتها آلتي بحدة وهذا لن يكون لفترة طويلة إذا صح ما قاله أليكس في رسالته ما من شيء يمكنني فعله تجاه ذلك أحقا لا يمكنك أن تفعل شيئا في أي حال أنا إنسانة شكوكة وأتساءل فيما لو لم يكن حفيدي يبقى خارج الجزيرة عن قصد وحتى تلك اللحظة لم تكن تلك الفكرة قد خطرت لشارلوت على الإطلاق ولكنها بدأت تفكر بمنطق وبمعقولية ما ذكرته آلتي هل هذا ممكن؟ طبعا إنه عندما اختل بنفسه كان يفكر بما حصل خلال تلك الساعة وجد أن ما حصل لا يستحق كل هذا الجهد وحمر وجه شارلوت ولكن مهما كانت شكوكه آلتي فما من أساس لها وقالت مجيبة وقد رفعت رأسها لا أظن بأنك يجب أن تشغل بالك بنا أخبرني جورج أنه ما من أحد غير أليكس يمكنه أن يعالج موضوع الاندماج بما أن ستينر هو مريض أن هذا صحيح؟ وأعتقد أن آخر ما يحتاج إليه أليكس الآن هو زوجة الغيورة وصفقت لها العجوز قائلة برافو شارلوت لا تقول لي أن أهتم بشؤوني الخاصة ولا أتدخل بالآخرين حتى أنا لو أردت أن أعبر عن ذلك لما استطعت بطريقة أفضل من ذلك واحتقن وجه شارلوت قائلة لم يكن هذا قصدي سيدتي كلام فارغ بالطبع كان هذا قصدك لا تحاول الآن أن تخري بها بالاعتذار تعالي الآن سنتناول ضعام الغداء وأود أن تناديني تيتا كما يناديني أليكس سيدتي كلمة رسمية جدا ومما أشعر شارلوت بالارتياح أن آلتي لم تسأل شارلوت أسئلة أخرى محرجة فقد توقعت أن تسألها مثلا كيف التقت بأليكس وكم من الزمن عرفته قبل الزواج وهذا عادة نوع الأسئلة التي يهتم بها الآباء والأجداد ولكن ربما إن أليكس قد اخترع لها قصة مقنعة في أي حال مضت بقية الزيارة بدون مضايقات وفي الواقع استمتعت شارلوت بالزيارة فبمجرد أن ابتعدت آلتي عن الأسئلة الشخصية كانت قصصها مشوقة وخاصة أنها سافرت إلى أكثر دول العالم ولذلك كانت جعبتها مليئة بالقصص المسلية وشعرت شارلوت بالامتعاض عندما أتت الخادمة لتعلن أن ياني بانتظارها لينقلها إلى الفيلا وأصرت آلتي عليها وهي تغادر ستأتينا مرة ثانية أليس كذلك؟ وابتسمت شارلوت وقالت وبدون دعوة شكرا لكي فحيتها آلتي ودخلت إلى بيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر